بعد ما أخذنا الإذن الموافقة بالمشاركة ببطولة غرب آسل المنتخبات الأولمبية وهذه مثل ما ذكرنا تأتي من ثقة المكتب التنفيذي مثلا بكابتن عدنان والكابتن محمد ناصر إضافة إلى مطالبة الكابتن عماد للأمانة بالمشاركة للفائدة الفنية من خلال هذه البطولة اللي راح يشارك بها في منتخب الشباب اللي أكثر من اللاعبين اللي هم من تولد 2005-2006 الأعمار اللي راح تتواجد بيها يمكن للألفين وثلاثة ما يتجاوز من 5-6 لاعبين اللاعبين المحترفين هناك تمت توجيه الدعوة لللاعبين المحترفين حسب طلب الجهاز الفني إلى آدم طالب رومان كذلك علي حيدر تعرف لكن تبقى المحصلة النهائية بعد تنسيقوا يهم القائمة النهائية اللي راح يشاركم في غرب آسل اللاعبين الجدد اللي بوتانو أريان بوتانو أريان يعني من الإضافات اللي يعول عليهم الجهاز الفني من خلال متابعة الحثيثة لهم وطالب بإنجاز أوراقهم يتواجدون بأسرع وقت تم التنسيق مع أنديتهم حتى مع توقيتاتهم أنديتهم موافقة؟ هناك موافقة مبدئة من عوائلهم وأنديتهم للأمانة عشرين أربع راح يكون أريان موجود لعدنا إن شاء الله هنا في بغداد ينظم للتدريبات ولإنجاز أوراقه وأوراقه كاملة شبه كاملة بس مجرد عدة تجديد الجواز بوتان يعني من اللاعبين اللي بصراحة اللي طالب بهم الكابتن عماد واللي اعتبر المضافات المهمة إن شاء الله راح يكون ثلاثين أربع متواجد أيضا في بغداد من الانضمام إلى التدريبات والإنجاز أوراقه حتى يكونون جاهزين لتمثيل منتخب الشباب في غرب آسيا للشباب في شهر السادس في حزيران في السعودية إن شاء الله كابتن أحدثني بطولة راح تضم أكثر من فريق من خارج غرب آسيا مثلا أستراليا كوريا وتايلند وأيضا مصر راح تلعبون مباريات ودية قبل لا تخذون هذه البطولة بحسب جدول الجهاز الفني أكيد أنت راح تخذ عدد من المباريات الودية من خلال اللي تتمثل لكن تعرف أنه صعوبة توفير المباريات الودية بسبب رزنامة الدوري المحترفين وكذلك رزنامة الدوري الممتازة أنت هنا صعب توفر المباريات لكن ستكون هناك مباريات خاصة يعني من خلال هذا الأسبوع في نهاية بعد الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون هناك مبارات بعد التوقف سيكون تسعة ثلاثة توقف عجلة الدوري المحترفين بعدها ستكون مبارات 15 أو 16 ماحة أندية الدوري الممتاز من بعدها تتوجه بإذن الله يوم 18 إلى السعودية بعض اللاعبين من ونتخب الشباب هم أيضاً يلعبون بأندية محلياً شونجه تُوصول مع الأنديا— لتفريغ اللاعبين حالياً بالمعسكر الداخليolar هنا، لا يسوي معسكر الداخلي. نحن من تدريباتنا مستمرة للأمان الجنس يعني على طول السنة الطوية؟ دعمًا. على طول السنة، الذي هذا يمكن للكثير ما يعرفه اللاعبين مستمرة، كما نقول حالنا حال الأندية هم يجل تتواصل مع الأندية؟ هناك تنسيق عالي حتى هنا في دور الشباب بعد الجلسة مع كابتن عماد لكابتن عدنان مع الانديا من خلال دور الشباب تم الاتفاق مع الانديا ورسالهم قبل يوم للمشاركة في دور الشباب إضافة هناك مجموعة من اللاعبين ما سمحنا لهم بالاتفاق مع الانديتهم راح يكونوا بعد بطولة غرباسية تعرف التهولاء اللاعبين يعني انت أديت عليهم أداة جدا محترمة من خلال معسكرات ومباريات جدا عالية ما ممكن للدروب أن ينزل حسب رؤية الجهاز الفني كابتن عماد من خلال المشاركة لأن دور الشباب مع جل الاحترام ما راح يضيف له بقدر مثل المباريات اللي انت راح توفرها مع كوريا واستراليا كذلك مع شاختار سابقا مع منتخبات عمان مع منتخبات الأردن هذا هناك تعاون انديا أكيد وفاهمين بأن احنا ده هدف الجهاز الفني اللي هو يسعى عليه الأمانة واللي صار أكو ثقة كاملة من المكتب التنفيذي إضافة حتى المدرب المنتخب الأول كاساس اللي هي إيجاد توسع للقاعدة باللاعبين الموزين بغض النظر عن اللاعب المحلي كان أو محترف اللي مهم هو إيجاد موهبة قادرة بأن تخدم المنتخبات الوطنية وتخدم المنتخب الأول إلى كثير من السنوات وخير دليل على ذلك هو يوسف الأمين علي جاسم اليوم دخل آلاي في كأس الخليج كان من اللاعبين المشاركين الآن في الأفق هناك أكثر من لاعب بحسابات خصوص كاساس يمكن راح يكون موجود من ضمن تشكيلة الفريق الأول وهي هذه الثمرة الحقيقية لعمل منتخبات الفئات الأمرية عندما تكون الرافد الحقيقي للمنتخب الأول